اخبار اليوم. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ اخبار اليوم مع شيف نيفين عباس وحلويات لمضان. النهاردة هنقدم لكم القطايف المحشية. والقطايف عندنا المقادير بتاعتها كمية من القطايف وتكون طازة مش بيتة. والحشوة هنا انا استخدمت سوداني مطحون عليه شوية سكر وشوية جوز هندي وشوية زبيل. هنا هقول الطريقة هنجيب واحدة من القطايف. ونحط شوية من الحشوة كده. ونقفلها. بالشكل ده. ونقلع العملية دي مع كل الكمية اللي عندنا وبعدين نقلها في الزيت. واحدة كمان. كده. ونقفلها. نتأكد ان هي طازة عشان تتقفل معانا. ما ينفعش اتباد في التلاجة يوم. او بتجربة اتباد حتى برا التلاجة يوم. اهو خلص الكمية دي وهوريكو بتتقلع ازاي? انا سخمت الزيت على النار. وبحط القطايف عشان تتقل لحد ما يبقى لونها دهبي على الجنبين. هتتقلب الشكل ده. لحد ما تتحمل من الوش ده. وبعدين نقلبها على الناحية التانية. لحد ما تتحمل على الوش التانية. هنا هي انا لقيتها بقت لونها دهبي على الناحية دي. نسيبها برضو تبقى دهبي على الناحية التانية. واول ما تتحمل من الناحيتين هنطلعها على ورق ومندير. نسيبها تصفة بس من الزيت وبعدين نحط لها العسل. ده هنا هو بعد ما قلتها وطلعتها من الزيت هنجيب العسل. والعسل ده احنا عاملينه عندنا هنا. انا كنت عامله في البيت. هنزل لكم حلقة به. هنحطه كده على الوش. بالشكل ده. اه ممكن فيه ناس بتحب تحط لها السكر يعني. بس هو السائق دايما الماشي يعني ان احنا بنحط القطيف عسل. اهو بالشكل ده كده. كمية حسب ما انت بتحب الحلوة بتاعتها. كده. وتتقدم وبالفة انا وشاف. انا تكون حلقة النهار ده عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكرة.